كيف حالك يا ميران؟ كيف حالك يا رهيم؟ الحمد لله، أنا مبسوطاً أنت موجودة معي النهارة و أنا أيضاً عملتي قلق أنت في رمضان جامل جداً بسبب شخصية دكتورة ملك أختارتي الدور إزاي وحكيلي طبعاً عن كل حاجة أسألك حاجات كثيرة جداً بس واحدة واحدة أختارتي إزاي الدور طبعاً هو إحنا يعني في المرحولة ديمن كريري مش إحنا بيتعرض علينا أدوار مش بنختار قوي وطبعاً كامل عدد جزء الأول كان نجاح المتحمسة قوي قوي أعتقد دور ملك كان دور مركب يعني وفي كده هم عايزين حد بمواصفات معينة مش عايزين حد يكون شكله اللي هو خبيث أو شخص بجد بيختفر الرجالة عشان دايماً الشخصية دي فعلاً بتطلع في معظم الأدوار اللي هو تحسيها الشريرة قوي أو بنيئات ما عايزة تخرب بيت حد قوي فده كان بالنسبة للمشاهد جديد إن احنا داي حد وشه ملامحه تحسيها طيبة ومش عايزة تأذي حد هي دي بجد مشاعرها بالزبط هي دي بقى الفكرة في إن ملك بتحب حد والموضوع جاي من يعني ممكن دافع فقدان أبوها فهي شايفة دكتور أحمد في مكانة أبوها قوي ومفتقد حاجات كتير قوي بتحس بيها مع دكتور أحمد فالموضوع كان بريء ما فيهوش نوع من أنواع الخبس اللي يمكن الناس كتير كانت عندها غضب تجاهه عشان فكرة إن هما بيحبوا العيلة دي قوي مش عايزين حد يجي جنبها بس هي البنت ما عندهاش إي نية وحشة أو سيئة فكان دور لذيذ بس في نفس الوقت كان عندي تخاوف قوي هي الناس هتفهمه ولا لا فكنت بتبسط قوي لما لاقي حد يقولي أنا تعطفت معيك يامتاً سحبتي علي كنت بحس بمشاعر ملك وطبعاً كان فيه جزء كبير قوي مش طيق ملك عايز إخنقك وعايز موتك بالزبط فكان فيه ده وكان فيه ده وبالنسبة لي ترامل يعني ده وصل والشخصية كانت مستفزة وفي نفس الوقت أثرت في ناس تانية فده كان بالنسبة لي تماماً بيقولوا على الأدوار الزاية دي معقدة جداً أن أنت تكوني بتعملي أكشن 99% من الناس مش هتحبك عشانه بس في نفس الوقت مش عارف يقرأك بسبب ما لمح وشك وطريقتك كنت متمثلي فده بالنسبة لي دور مركب أو دور معقد صح صح وأنا بحب الأدوار دي قوي لأن أنا بحس أن هي أقرب للإنسانية من أي حاجة إحنا مش لون واحد ولا إحنا اتجاه واحد يعني عمري مقتنعت بفكرة الطيب بس والشرير بس حتى ملك أكيد كان عندها لحظات هي مشاعرها متغلبة فيها فمش عقلها اللساء قلبها اللساء فممكن يكون دي اللحظات اللي هي إنسانة أو بني قدمة فيها يا غلطت هي عمل عدة حدودها وده اللي قالته في آخر مشهد لما كانوا بيبريكوب أو يعني كانوا بيسيبوا بعض بالزبط ففي الآخر برضو مفيش بني آدم ولا ملاك بس ولا شرير بس فهمها قصدي فبحب الأدوار اللي فيها المزيج واللغبات دي لأن بيبينلك قوي مدى الإنسانية الشخصية صح